التقى الرئيس عبدالفتاح سيسي الرئيس الجنوبي أفريقي سيريل رامافوزا على هامش قمة تجامع بريكس المنعقدة بمدينة قزان أروسية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدوا لاتمام بالاتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين لتكون مثالا يحتذى به لما يمكن إنجازه على المستوى القاري والاستمرار في تعزيز وتنويع أطر التعاون على مختلف الأصعاد السياسية والاقتصادية والأمنية بما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين كما تناول اللقاء الأوضاع الإقلمية حيث تم استعراض جهود مصر وجنوب أفريقيا تجاه دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأكد الرئيسين مواصلة التشاور والتعاون في هذا الصدد على جميع المستويات بهدف التوصل لتهديئة بالمنطقة ووقف إطلاق النار بغزة ولبنان ومنى الانتهاكات بالضفة الغربية ودعم مصاري إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وفي ذلك السياق أكد الرئيسين ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية العجلة لقطاع غزة وأعرب الرئيس الجنوب الأفريقية عن تقديره لدور مصر الجوهري في هذا الصدد هذا وبحث الرئيس السيسي ونظيره الجنوب الأفريقي سبل الدفع بأولويات التنمية الأفريقية على الأجندة العالمية وفي إطار تجمع بيكس الذي انضمت مصر لعضويته بشكل كامل حيث أكد الرئيسين حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية والدول النامية